موسيقى السلام عليكم و مرحبا بكم في سلسلة كوغدازات بوينكون ان شاء الله سوف نكون معكم قائل العام باش نقرأ دروس تاريخ الجغرافية لسنة ثالثة ثامة في اول فيديو اللي اراح نشوف فيها مع بعض برنامج التاريخ اللي حين نقرأ هذا العام ونضيف فكرة عماله نبدأ بسم الله في مادة التاريخ عندنا ثلاث وحدات تعليميات اللي هما سهلين خفاف وضراف بالمزة فمو شوقين ما تقدرش تتصوروش حال الوحدة التعليمية الاولى اللي حين نقرأها هي تطور العالم في ظل الثنائية القطبية من بين سنة 1945 الى غاية 1989 في الوحدة هذه حين قبلنا اربعة دروس درس الول هو بروز الصراع وتشكل العالم الثنائية القطبية ما يشكلونه زود الثنائيات الدرس الثاني هي الازمات الدولية في ظل الصراع بين الشرق والغرب هذا الدرس قاوة غير شعباتين برك اللي هما الادب والفلسفة والتسيير والاقتصاد الدرس الثالث هو مثاعي الانفراج الدولي لمعناته التعايش السلمي الدرس الرابع والاخر من هذه الوحدة هي من الثنائية الى الاحدية القطبية دوك نلتقلو الوحدة التعليمية الثانية اللي تهدرنا على الجزائر الجزائر بين 1945 الى غاية 1989 فهذه الوحدة تانية تنلقاوه ربعة دروس الدرس الأول هو من تبلور الوعي الوطني الى الثورة التحريرية هذا الدرس خاص بليفيلو وليجيسيون الدرس الثاني هو العمل المثلح وردة فعل الاستعمار الدرس الثالث هو استعادة السيادة الوطنية وضناء الدولة الدرس الرابع والاخر من هذه الوحدة هي تأثير الجزائر واسهمها في حركة التحرير هذا الدرس الثاني تراه خاص بليجيسيون وليشيلو نوحدوك الوحدة التعليمية الثالثة والخرم للبرنامج اللي هي تطور العالم الثالث بين ما بين 1945 الى غاية 1989 فهذه الوحدة نلقاوه ثلث دروس الدرس الأول هو العالم الثالث بين تراجع الاستعمار التقليدي واستمرارية حركة التحرير الدرس الثاني هو سوق الاتحاد السوفيتي واثاره على العالم الثالث هذا الدرس خاص بشعبة ادب وفلسفة وتسير واقتصاد بما الدرس الثالث والأخر من البرنامج بايتك هو فلسطين من تصفية الاستعمار التقليدي الى الهيمنة والاحادية والتواطؤ الدولي الهنا نوصل للنهاية وانتلاقاوه في فيديو وحده اخر ان شاء الله ولكن اي تعليق او استفسار خلوه هنا في كومان بي ده لو فروحكم الزاف الى اللقاء واحد موافق للجامعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة